تحذيرات متتالية من مستقبل محفوف بمزيد من المخاطر يحيق بالعراق كنتيجة منتظرة للفساد والفشل السياسي والعبث الذي تمارسه الميليشيات المنفلتة بالأمن والاقتصاد العراقي تقرير لوكالة رويترز أكد أن انخفاض أسعار النفط والانكماش الناتج عن فيروس كورونا أضر بالاقتصاد العراقي ما أدى إلى تآكل يمدادات المياه الصالحة للشرب وقد يؤدي إلى مزيد من التوترات وينقل التقرير عن خبراء متخصصين قولهم إن عمل المستشفيات يتسبب في تفاقم تلوث مياه الصرف الصحي فيما ترتفع نسبة مياه البزل والمواد الكيميائية التي ترمى في الأنهار خاصة في جنوب العراق ومع فقدان الناس لوظائفهم خلال فترة الانكماش الاقتصادي من المرجح أن يصبح الحصول على مياه كافية أكثر صعوبة فالنقص المتزايد في المياه وارتفاع مناسب الفقر يدفع العديد من سكان القرى إلى مغادرتها باتجاه المدن وهو ما يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار البلاد طبقات متراكمة من المشاكل يعاني منها العراقيون فالبيئة التحتية ظلت تتدهور نتيجة الإهمال والحروب في بلاد مستنزفة ماليا بفعل الفساد ليشكل انخفاض أسعار النفط تهديدا وجوديا ويدفع نقص الخدمات الأساسية العراقيين إلى إحباط متزايد حيث تنحصل أمانيهم بالحصول على مياه نظيفة في منازلهم وبعض الهواء المكيف خلال فصل الصيف في ظل أزمة الكهرباء المزمنة وبموازات ذلك كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن انتشار فيروس كورونا في العراق وما رافقه من أضرار دفع بأربعة ملايين ونصف المليون عراقيين إلى ما دون خط الفقر وتقول المنظمة أن الأطفال هم الأكثر تأثرا بالأزمة حيث يتعرض نصفهم تقريبا للحرمان في ميادين التعليم والصحة والظروف المعيشية والأمن المالي وكانت لجنة الإنقاذ الدولية المعنية بالأزمات الإنسانية حول العالم قد أكدت أن الكثير من العراقيين بدأوا يفقدون وظائفهم ويكافحون للعثور على المال لشراء الخبز ويغرقون في الديون بينما تبدو الطبقة السياسية سادرة في غيها تصدر الوهمة للعراقيين عبر شعارات فارغة لا تغطي حقيقة أنها حولت العراق إلى دولة فاشلة ينتظرها مستقبل أشد سوداوية وفشلة ترجمة نانسي قنقر